السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء معكم الاستاذ المهندس محمد نور بمادة الرياضيات المقدمة من اكاديمية الكتاب سوف نتابع بهذا الكتاب صفحة 117 وصلنا على التمرين الرقم 24 يقول فيه ي تساوي 3x دوره سنة تبسيسي وشئولان نقطة سنة زلان دوره اكس اكس سنة هنجي نقطة ده اسمك تدر يقول لي عندي مستقيم معادلته y تساوي 3x عند اكساته تساوي 3 فيه ارسوم عليه مستقيم اخر وعامده هذا المستقيم الذي يعامده باي نقطة بيقطع محور اكس هلا اول شي ارسم المستقيم اللي يعطيني معادلته اذا عودتوا بدالي الواي سفر رح تطلع سفر رح تطلع هون النقطة طيب عطوا نقطة اكس مسلا تساوي 3 عطوا اذا اكس تساوي 3 فواي تساوي 9 عند النقطة 3 على الاكس 9 على واي حطينا نقطة رسمنا هاد المستقيم عطانيه طيب قالنا انه في واحد تاني مرسوم عليه يعني قائم مرسوم عليه قائم بالنقطة انا هي بالنقطة عند اللي بتكون تبعه ثلاثة هو بكون تبعه ثلاثة هون عند هاي النقطة نروح بنرسم عامود مستقيم يعامد هالمستقيم هاد بيقطع اكس بنقطة ما هو طالبه بدهم انا نقطة بيقطع الاكس طيب هلا بهالشكل هاد شو تشكل معي تشكل معي مسلس قائم تمام انتفاعه لهالمسلس القائم عندي اياه هو تسعة احداسيات هاي النقطة اللي طلب مني ارسم منه وعندي من هون تساوي ثلاثة اكسات وثلاثة هو اللي عند الاكسات تساوي ثلاثة بده يطلع عنده عمود عليه طيب احنا بنذكر انه بالمسلس القائم عندي مربع كل الارتفاع يساوي جداء قطعتين اللي بنصفن الارتفاع هاد يعني جداء هاي في هاي طيب لو فرضنا هاي مجهول اكس او كي او هلي هو بصير عندي تسعة مربع ايش تساوي تساوي ثلاثة مضروبة بالكي بصير عندي تسعة مربع واحد وثمانين ثلاثة مضروبة بالكي باختصر ثلاثة عال واحد وثمانين بطلع سبعة وعشرين قناته منه اللي هون سبعة وعشرين هو بده احداثيات هاي النقطة من ضفلة الثلاثة الموجودة هون بتصير ثلاثين عال اكس وعال واي زاتا صفر هلا بسؤال رقم خمسة وعشرين عابقلي دين كلام لره او واي ناقص ثلاثة اكس زائد ستة تساوي الصفر كمان عندي اه اربعة اكس زائد ثلاثة واي زائد سبعة تساوي الصفر بيقول لي هدول اتنين متوازيات بده المسافة بيناتهم طيب اذا كانوا متوازيات عندي مجهول هون اه احنا اتفعنا اذا كانوا متوازيات بده مطبئ جسال على امثال الي اكس تساوي امثال الي اكس لا تساوي بقضر الاعان الي اوهي اللاتاني على امثال الثالثاني وانا تساوي امثال السابت أى متوازي التذ планر ايدي ما هو تقسنة بالغة آمثال الي اكس يج dark مطبع ثراتة بعد نقص ناقص ثلاثة على ودم viveur اكسلر التاني اربعة بتساوي المجهول اللي انا عمدور عليه على امثال الواي هون هي تلاتة طف عندي معادلة بمجهول واحد بصير عندي ناقص تلاتة ناقص تسعة تساوي تربعة ا بقسم على امثال ال ا فبصير عندي ناقص تسعة على اربعة هي هي الا. بروح بعوضة في هال مستقيم. يعني بعوضة بما تساوية. شلت الا وحطيت بدالة ناقص تسعة على اربعة. فقر عندي ناقص تلاتة ايكس. ناقص تسعة على اربعة واي زائد ستة تساوي صفر. المستقيم التاني ايش هو عندي اربعة ايكس زائد تلاتة واي زائد سبعة تساوي الصفر. اتفقنا لن نوجد مسافة ما بين مستقيمين متوازيين بامكاننا نستخدم هذا القانون. اللي كان يقلي سابت للأول يعني جي واحد ناقص جي اتنين بالقليمة المطلقة. على مين? على تحت الجزر. امثال الاكس زائد امثال الواي تلاتة للتربيع. طيب امثال الاكس وامثال الواي ولازم يكونوا من جنس واحد لحتى اقدر اعودن هون. لازم اعدل على هالمستقيم هاد واساوي مثله تمام هون. يعني لازم يكون عندي بالاول اربعة اكس ولازم يكون عندي اثنة واي بس هادا رح يختلف هادا الشي اللي بحقق لياه هادا القانون. طيب. خلا انا ازا بدي اعدل هاد عندي هون ناقص تلاتة عندي هون اربعة. معناته انا ازا بدي اعدل لهالشكل هاد اول شغلة بجربها بنيتي نقسم على ناقص تلاتة وبالتالي بتخلص من هين ناقص تلاتة هون بعدين لازم اضرب باربعة. هوني حطيناها بسطر واحد هم نضرب باربعة همنا نقسم على ناقص تلاتة. طيب ناقص تلاتة مع ناقص تلاتة راحك. اربعة بايكس اربعة. تمام اول وحدة نفدت مشي حالة. هوني ناقص تلاتة ناقص تسعة بصير عندي بصير عندي زائد تلاتة. طيب وكمان ده اضرب باربعة في عندي اربعة بالمقام بتعود بتروح. طيب الطرف اللي بتبقى هون ناقص تلاتة على زائد ستة. شو بيصير فيها? بتصير ناقص اتنين. بيجي يا مين يضربها باربعة فبتصير ناقص تمانة. بيكون طلع معي من هالشكل هاد. الآن بسي ما طبخها القانون بسهولة. عندي زائد سبعة ناقص بناقص تمانة فبصير زائد ثمانة فبصير هون خمسطعش. على مين? تلاتهم زاتاً الالة الون والبيلة الون مثل بعضهم. هي على اربعة للتربيع زائد تلاتة للتربيع تساوي طبعاً خمسة. ايش? لانه بيطلع خمسة وعشرين بجزرة بتطلع خمسة فوق خمسة عشر بختصر. بطلع معي تلاتة. طبعاً طلعت معي هيك المسافة ما بين هدول اتنين تساوي تلاتة. الآن بالسؤال الرقم ستة وعشرين. عبي قل لي. اين ايكس ناقص تلاتة واي ناقص واحد تساوي الصفر. دوره سنون كمي مية واحد. وعب قل لي كمان ايكس زائد اتنين واي زائد خمسة تساوي الصفر. دوره سنون كمي مية اتنين. وعطيني كماني معدلة مستقيم. واي اللي ميلو مية تلاتة. بدو اطبق له ياهن او ارتب له ياهن بالترتيب. يعني الاصغر للاكبر او من الاكبر للاصغر مو زيكر. المهم انا اطبق له اياهن. طيب اول واحد منطالع الميل. اتفقنا كيف منطالع الميل? بنعزل الواي بتطلع معنا الميل. يعني بنساوي المعادلة متل ما حكينا من شوي من الشكل. واي تساوي اه امسال المي لل اكس زائد ني. طيب هاد بنقول له لها الطرف هاد بصير ناقص اتنين اكس. بقسمه على ناقص ثلاثة اكس. فالناقص مع الناقص بتروح بصير عندي لين على ثلاثة. هاد اول واحد طالعته. طيب كمان الثاني. بقلبه للاكس للطرف الثاني بصير ناقص اكس. بقسم على الثلين. بقسم عندي ناقص نص الاكس. امساله ناقص النص. طيب هادا كماني بنقله لهاد للطرف الثاني بصير ناقص اربعة اكس. بضرب بناقص بصير زائد اربعة. بصير عندي هادا يساوي زائد اربعة. بقل له هادا اكبر شي بيلحقه هاد بيلحقه هاد اصغر شي. هادا اكبر شي بيلحقه هاد يعني المية واحد بعدين بيلحقه المية دين. سؤال رقم تبع وعشرين عبقلي واحد على ثلاثة قولان بي ناقص واحد ثلاثة. يعني النقطة الاكساتة ناقص واحد واياتة ثلاثة. نقطة سندان. بيتشان دورنون دينكلا منه بلونس. بده اوجد له معادلة المستقيم. اللي بيمر من هالنقطة هاي. ويكون ميله واحد على ثلاثة. بجيب المعادلة الاساسية. لتشكيل معدلة مستقيم. اللي هي كانت واي ناقص واي واحد تساوي الميل مضروب بي اكس ناقص واحد. بيض. واي هاي اساسية من المعادلة. لناقص بعوض وايات النقطة فبصير ناقص ثلاثة. الميل هو زاتا اعطانيها واحد على ثلاثة. اكس هاي من المعادلة بتركه. ناقص بعوض. ايهو فبصير ناقص ناقص الواحد فبصير زائد واحد. بطلح لهالمعادلة هاي. بضرب المعادلة بالتلاتة لاتخلص من هالواحد على ثلاثة ما يبقى عندي كسر. فبصير عندي ثلاثة واي ناقص تسعة يساوي اكس زائد واحد. كيف? بنقل اكس لهالطرف هاد فبصير عندي تلاتة واي ناقص اكس. كمان بنقل هاد الواحد لهالطرف بصير ناقص واحد وعندي ناقص تسعة فبصير ناقص عشرة يساوي الصفر وهو مطلوب. طيب بالتمرين رقم 28 عبيقلي ايكس ناقص ا زائد اثنين واي زائد خمسة يساوي الصفر وعندي كمان معادلة مستقيم اخر ثمانة واي ناقص ايكس ناقص سبعة يساوي الصفر دورو لارث بيربرنا ديك اولدو نجوري اه اتشتر طيب تهدول بيربرنا ديك معناته في عندي علاقة واحدة وبتربط لي بيناتهم هي ميل الاول مضروب بميل الثاني يساوي ناقص واحد طيب بطالع من هاتش قد يساوي ميله وبطالع من هاتش قد يساوي ميله وبضربهم في بعضهم بقول هدول يساوي الواحد وحسب با طيب من الاول بصير عندي اذا اخدت هاد الطرف الثاني بصير ناقص ا مضروبة بي اكس بقسم على هاد ناقص ا زائد اتنين فبصير ناقص والناقص بتروح بصير زائد بصير عندي ا على ا زائد اتنين هذا هو ميل الاول طيب الثاني باجي بنفس الطريقة بانقول هيدا الطرف الثاني بصير موجبة بصير ا بي اكس طيب ا امثالة يشقاط 8 مقسم على امثال الواي فبصير عندي ا على 8 طيب اذا طلعوا معي هيك بضربهم في بعضهم طيب هون فقط مطلحة ال ا بال ا بتطلع ا مربع عندي هون 8 مضروبة بالA ومضروبة بال2 بصير عندي 8A زائد 16 مضروبات كلتهم بالناقص 1 ففقط طلق لي بإشارتهم بصير عندي ناقص 8A ناقص 16 كيف صار عندي هالشكل هاد اخد ناقص 8 لهالطرف بصير زائد 8 واخد كمان 16 بصير زائد 16 طافت عندي هاي متطابقة شهيرة هي A زائد 4 مربع تساوي 0 الرجول انه لنسيان المتطابقات يراجع بحث المتطابقات هاي هي مربع الاول زائد 2 الاول بالتاني زائد مربع التاني الـ 416 معناتها هالحالة زائد 5 تساوي الصفر معناتها بنقل الزائد للطرف التاني بصير ناقص فبتطلع A تساوي ناقص 5 وهو المطلوب الآن في التمرين رقم 29 عاب يقلي X ناقص 2Y زائد 1 تساوي الصفر دور السنة برلال خلان V نقطة A ناقص 1 2 نقطة سندان دور السنون بين كلامنا بولمز عاب يقل لي اوجد له عادلت المستقيم اللي بمر بها النقطة هاي وبكون برلل مع هالمستقيم يعني بكون متوازي مع هالمستقيم اتفقنا بقبل انه المستقيمات المتوازية بيكون الميل لألون يساوي بعضن يعني ميل الاول يساوي ميل التاني بطارع الميل من معادلة هالمستقيم هات بجيب معادلة المستقيم الاساسية معوضة عام النقطة فيها وبعوض الميل اللي بيطلع معي فيها بيطلع معي معادلة المستقيم طيب لأطارع الميل من هات متل ما تعلمنا بنقول الـ X لهالطرف هات بتصير ناقص X هون عندي ناقص اتنين بتخلص من ناقص مالطرفين بصير 2Y تساوي X بقسم على 2 فتطلع Y أو الميل يساوي نص مثل ما يكون شايفين هون نقل هيك قسم وتطلع معه الميل تساوي نص طيب اذا كان عندي الميل يساوي نص وعندي هالنقطة هاي معادلة المستقيم الاساسية Y تساوي ناقص هاي بعوضة من هون بصير عندي Y ناقص 2 تساوي الميل شقد نص طيب نص مضروب بX هون عندي ناقص واحد لازم ناقص X فناقص بالناقص وتصير زائد واحد طلحة فقط لهالمعادلة بضربها باتنين لا تخلص منها تكسر هاد بصير عندي 2 Y ناقص 4 تساوي X زائد 1 بنقول X لهالطرف بصير عندي 2 Y ناقص X كما بنقول هاد بالطرف هاد بصير عندي ناقص 5 تساوي 0 ضرب المعادلة بنائص حط X بالأول بعدين هاي قلب لإشارة صارت ناقص 2 Y زائد 5 تساوي 0 وهي المطلوبة بالسؤال الثلاثين هو يقلي درافيق درافيق لاره وفيرلان D1 وD2 دور لاره اينا كوردنات دوز لمن دا زائد لرس نقطة سنين كوردنات 5 اللور بيقلي هالمستقيمين هدول ارتسموا لمحور إحداثيات واحد ارتسموا فوق بعضهم بأينا نقطة رح يتقطع حيب انا لما ارسم وادخل بشغلة الرسم بطالع معادلة هاد وبطالع معادلة هاد وبطالع النقاط المشتركة بيناتهم يعني بحل بيناتهم وبطلع معي نقطة المشتركة طيب اخذنا نحن اسرع طريقة لطالع معادلة هيك مستقيم من الرسمة لنتي اطبق المعادلة من نوع X على نقطة اللي بيقطع المستقيم لل X زائد Y على النقطة اللي بيقطع على المستقيم لمحور ال Y يساوي واحد من طبقة اول شي على هاد بصير معي نقطة محور X ثلاثة معا تبق X على ثلاثة زائد تمام Y عن النقطة اللي بيقطع على محور ال Y فيها على واحد يساوي واحد طيب وكمان مستقيم الثاني نفس الطريقة تمام X على واحد زائد Y على ناقص اتنين تساوي واحد خلق بصلحهم وبعديني بحلهم ببعضهم تطلع معي النقطة المطلوبة طيب معناتها هون اول شي بوحد المقامات بضرب هذا بتلاتة بصير عندي X زائد تلاتة Y تساوي لتلاتة وهون كمان بواحد المقامات بصير عندي 2 X ناقص Y تساوي 2 بضرب معادلة اولى بنائص 2 بصير عندي هون زائد 2 X ناقص 2 X او اذا بتكن ضربوا هاي بتلاتة بيطلع نفس الحل يعني اذا ضربنا كمان هون ال Y بتلاتة بصير عنا 6 بنفس الحل بيطلع اذا ضربنا هون ناقص 6 Y ناقص 6 تجمع مع هالمعادلة هاي ناقص 2 مع زائد 2 بتروح عندي هون ناقص 1 بصير ناقص 7 هون ناقص 6 زودنا لها 2 فبتصير ناقص 4 بتطلع عندي Y تساوي 4 على 7 وزاتا طلب مني ال أوردنات يعني احداثيات تقاطع على Y 4 على 7 هون ينضيه درسنا لليوم شكرا بحسن أصغائكم نحتقي بالدرس القادم إن شاء الله